لا قل من أسبوع فقط أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن سياسة بلاده ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن سياسة يبدو أنها لم تصمد سوى لأيام معدودة فاليوم تعلن إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني عن قرب تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع واشنطن وإفراج أمريكا لستة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية كنعاني رجح أن تستلم حكومته هذه المليارات خلال ساعات بالإضافة إلى تبادل خمسة سجناء أمريكيين بخمسة إيرانيين تصريح المسؤول الإيراني سبقه وثيقة أمريكية بحسب وكالة رويترز تفيد بأن واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر التي ستسلمها بدورها لطهران بموجب الاتفاق اتفاق واصفه باحثون في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بالمعضلة الفضيعة لواشنطن مؤكدين أن منح الأنظمة القمعية الأموال مقابل الإفراج عن المحتجزين يغذي سلوكها الذي وصفوه بالخبيث والخارجي عن القانون صفقة ليست الأولى من نوعها ففي عام 2016 أفرجت واشنطن عن نحو مليار وسبعمائة مليون دولار لصالح طهران مقابل الإفراج عن أربع رهائن أمريكيين على الرغم من أن واشنطن دأبت على التأكيد أن طهران تستخدم هذه الأموال لزعزعة أمن المنطقة فالأخيرة راقها على ما يبدو الإتجار بالخطف والابتزاز في ظل الإفلات من العقاب ترجمة نانسي قنقر